ازاي نعيد زاي ما قلتلكم في اول الشرح خالص في اول محاضرة انه هو ما ماتش الحب لا ده حصل نعمل استقرار تقولك ما كانش فيه شغف زي قبل الجواز اه ما هو ما فيش شغف علشان فيه لغف او شوق وبعده ومش عارفة يكسره يخده دايما اقوله خده اجازة زوجية ودي من الحلول على فكرة خده اجازة زوجية فعلا كله هو يسافر في مكان اسبوع انت تغدلك يومين كده مع نفسك تروح لأهلك تروحي في حتة تروحي عند صحابك الناس اللي في غبرة تقول نروح فين اه ما مش عارفين نروح فين بس هو خدي خدي فاصل بحيس ينرجع تاني للشوق والشغف والحب بس قابليها نبقى متفقين اه لوش انت تبعيدي في وقت انت وحصل فيه استسلام وكذا فيعتد مخ الراجل انك مش موجودة اوعد توقعينك في مشكلة اكبر ويبتدي يتصرف ما ده الخطورة على فكرة في ضيع الحب ده الخطورة انك تيجي في فترة دماغك او دماغه كل واحد متعود انا مش موجود في عقل التاني ومش موجود في حياتي التاني فانا مش موجود في خلاص اتعود فحياته ماشية بدوني كلمة زوجته مش موجودة في الموضوع كلمة زوجك مش في دماغك انت انشغلت 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 هو فين والله حاليا انا بسمع من الازواج شكاوي يقولك انا مش لقيها انا مش في حياتها دكتورة هلا انا مش في حياتها امها العيال ما بتعملش حاجة غلط ولا حرام بس هي حياتها مع الولاد وخلاص انا مش موجود مش حسب الاولوية ولا هي كمان عادي ما هي موجودة ما خلاص ما تجوزنا وتعاملي ايه بعد عشر سنين جوزة لعشرين سنة جوزة تروحي فين انت يا ست انت وبتعامي عادي لا لا والله انا اعرف جدا اعرف جدا يعني اعجب خمسة وخمسين سنة تقريبا وستة وخمسين سنة ولسه ما شاء الله ما شاء الله يعني بتقولك احنا بنعيد هذه الامور ما بين قلتلك يعني اه قلتلك لأ انا عايشة شهر عسل من جديد حاجة تعرف جدا عالم بتفكر عالم وعملة جدد ما هو كسر الروتين بالتجديد مش بقول قطع النظام يعني لازل تقولك لأ تجده والهرجلة والنشير قلتني لا 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 في فرق ما بين ان فيه نظام بس بجدد بجدد في شكل البيت في طريقة كلامي مع زوجي في المقدمات اللي ما بيني في القعدة اللي بنعودها الاسبوعية في قعدة عيلة بنعودها وفي قعدة انا وهو في قعدة انا وهو والاولاد وفي قعدة انا وهو لازم لازم ان شاء الله نص ساعة نشرب بالاسبرسو ولا الاوة ولا الشاي ولا مش عارفة نعمل اي عاجة وان شاء الله ده اسبوع لكن يومي عشر دقائق ده كلام سوابت قوانين كده دستور في قلب البيت منفعش الاستغناء عام عشان ما اقول ما نجاش نسأل هو الحب راح فين احنا اللي ما اقول اتنا ارجع ازاي شريك حياتي هو الاولوية رقم واحد ان انا احط في دماغي كده وانوي كده وبعد المحاضرة دي تطلع وبعد الكلام اللي انا بقوله ده كل واحد حاطت كده انا ازاي اسعد زوجي هو بيفرح بواحد اتنين ثلاثة ازاي اسعد زوجتي واحد اتنين ثلاثة تيجي زوجة تقولي كي بصي بقى دكتوراه هنا احنا بنعمل واحنا كل مرة المحاضرات علينا واحنا اللي بنتوصى دايما وهما ما بيوصل لهمش طب بس اعملي انا بقولك هوا بس اعملي اعملي وتوكل على الله ينوبك سواب اعملي وتوكل على الله وبعد ربنا حينفاف صورته وطلبي هو انت ليه ما تطلبيش احتياجاتك زي ما هو بيعبر عن احتياجاته كده بصورة صحيح ما تقولي يا ابن الحلال انا عايزاك تقولي كزا وتقولي يا قطة ويا بسبوسة وطلع ايه بسبوس مش عارف حاجة ببسة ومش عارف ايه حصل بسبوسة اعمل جاك كده طلع جديد قولي انا عايزاك تقولي كزا وتقولي كزا اطلبي عبر عن احتياجاتك بس ايه بلطفة وقنو سينوبك سوا مش بقى عاملالي 111 وانا عندي حق دكتوراه هلاف اللي بقوله خلي بالك يعني انا عندي حق تلت وامتلت وانا عندي كزا وانا عندي وبصي وانت اسمع بقى انت كزا وانت وعملاله كده وعملاله وكأن الراجل بقى عداف محقى غلط بدلع بقنوسة يا خواهد بقنوسة يعني سأرجوكم يعني ما تفقديش حس حسن الطلب يعني انا قلتلكم قبل كده اتعاملت مع واحد انت هاتة اربع جليات في اربع اماكن مختلفة لا يعني احنا مساكين احنا كمصريين احنا مساكين جدا لا التانين لا ده في لغة كده وفي نبرة كده وفي تون كده بيتقال وما شاء الله ما شاء الله اش عايز اقول لك يعني على السهوك عاملة ازاي قلت لك والله انا لو انا واحدة عاملة فيها حاجة وجدت تكلمني كده الله هتحاك لها سبحتك روحي سمحتك وقلبي رضي عنك خلاص احنا لازم نتعلم الكلام ده يبراكم واحد من بقى اللي هي يعني عايز اقول بقى خلاصة اللي قلنا خلي شرك حياتك رقم واحد في حياتك لو اولوي هو يستشعر كده ليكي اولوية وانا ليه اولوية ده اللي عايز احافظ على بيته مش عايز هالسو ده اللي عايز احافظ على بيته وعلى عيالها وعلى بيتها واللي عايز احافظ على زوجته ما انا بزل حرام لما عدت لك منها بس وانت صفر حل رقم اتنين عايز اقول دي مثلا يعني اقول مثلا سمانية النجاة مثلا ولا سبعية النجاة خصص وقت للخروج معها اكسر حاجز البيت والجدران الخرصانية ينقوا سواه انزلوا النبع السلام كان ياخدها كده في ضوء القمر ويمشي بيها يروح حتى عالناس يهات حلبسة وتعالي فيش حلبسة دلوقتي يهاتوا اي حاجة وتعالي يروح البيم قبل الساعة تسعة ما تقفل يروح اي حتى خدها عالناس يا كده مشوار وخليها تنهج وتطلع وتنزل وتبتاع الطلعات والنزلات اللي عندنا العظيمة اللي في الشوارع ديت خصص وقت لازم يا شهري يا كل اسبوعين ما بقولكش كل قد الشتة جاي هنقعد نتكن في بيوتنا زي البيت الشتة ويدبابة بس خليها قبل الدنيا ما تعمل وقبل الحظ ولا بقولوا هيحصل قفلة تانية الله أعلم خدها روحوا اي مكان بلاش يبقى فيه روتين مستمر 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 اكسروا الروتين ده وخدها الوحدة عادة الأمات ما بترداش أنا عارفة تيجي الزوجة تقول لا أسيب عيالي واروح لا تب بيجي ما حتنكدها على نفسك وعلى عيالك وبعدين نحط الكوميكس بتاع الوزة وعيالها كانت خروجة ما يعلم بها كانت خروجة سوزة اخر مرة اخرج معاك ولا هسر انت عارفة الكلام ده قال لك انت هو وروحي وعني يبقى دي تاني حاجة تالت حاجة زي ما قلنا اعملوا مع بعض حاجة مشتركة جوال بيت حاجة إيمانية حاجة في الحياة كأسرة حاجة إيمانية ولو صفحة نقرأ وانا أعرف بيت بيوت مش بيت بيوت كتيرة جدا جدا الأزواج هو الزوج ولا اي مع الموضوع ده مع زوجته ومع الأولاد صفحة واحدة كل واحد صفحة تيجي العالب أما يبلغ يا ماما وانا ما بزليش بابا هي خلينا نقرأ بالباس يا ماما وبعد لما يجبروا يعرفوا قيمة الصفحة تي صفحة واحدة أو هنقعد نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشر مرات أي حاجة مشتركة وبعدين تعاون في قلب البيت زي النبي عليه الصلاة والسلام كان في خدمة أهل اعمل حاجة انت عليك إيه عليك إيه في البيت عليك تعليك كل حاجة إيشاركك في حاجة لو هتسبتوا لسنة العصفور حلو لو هتسبتوا لسلطات حلو يعمل الكلام ده أي حاجة لكن يكون حاجة مشتركة الأمر ده بيبقى له واقع جميل جدا جدا بس إحنا مفتقدين والأولاد مفتقدين طب الأولاد كبروا وإحنا مش عارفة بعد كذا كانت تبقى أنت وهو مستمرين على هذا الأمر ده بيخلي زي ما قلت كده الشعور جوه الزوجة أو جوه أي سواء هو أو هي أنا معاكي أنا مسايبك في أمان وانت معايا حلو الأمان حكة الأمان دي مفقودة صدقوني طيب الوقت اللي إحنا بنقضي سواء الوقت الإسبوعي أو الوقت اليومي أو الخروجة الشهرية بتعمل إيه؟ بتفرز خمس هرمونات الساعة ودي دراسة خمس هرمونات الساعة لو أنا عايز أقول مش الدوبامين كل هرمونات الساعة وتقلل متضغطات النفسية ومجيش شو لك أنا مخنوقة شو ته مكتئبة مكتئبة مش عارفة روح فين وعمل كذا عايزة عايزة ما دي جاعد اتصل بحد عايزة عايزة مين هيجي عايزة معايز يكسر الكلام ده مجرد بس أن أنا أقضي الوقت مع المحبوب أو اللي كان محبوب بس إحنا بنعيد الحب هو بننميه تاني طيب رقم أربعة التعبير عن مشاعر أنا كان دايما معلش يعني يعني دايما أقول كده التعبير عن المشاعر أنا ده النهار ده جماعة أنا النهار ده ده عايز مين هيخفف عني الأمر ده مين هيسألني وامشي في البيت عاملة كده أو حطة إن شاء الله علي حطة ده ببوزة اللي هيرعيك هيسألني أو اللي مش شرط مش فاهم واللي مش عارف اللي مش عارف يجي يقول أنا أنا مالك مالك بقول اللي قدامي حتى بكسر حاجز أن أنت مش قادر تتكلم ومش عايز تتكلم وأنا بقوله بس تنطق اللي ما بينطقش قبل هولو الصامت بنخليه تكلم مالك الأمر ده زعلانة ليه عادينا ليه ويعرفوا عبارة عن مشاعركم صح أنا مبسوطة جدا أنا النهاردة مبسوطة جدا جدا وحالك حالا لكن بعد شوية ممكن أنكد يعني يعني ميغرقوش دلوقتي كذا اكسروا ده إحنا عندنا قصور حقيقي في التعبير عن المشاعر ده حقيقة عندنا قصور حقيقة إن إحنا نعبر ونقول اللي جوانا صح عندناش حصيلة لغوية كافية مش عارفة عبر عن اللي جوايا فبغضب فيا بعيط يا بزع غلط يعيط يا زع ما فيش طب فيه إيه قصة أنا كنت غيرانا إن إنت عقولت الكلمة كذا 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 وقمت بتوصف معرفش إيه ومشكلة إيه ما يمكنش هينفع تقول كذا قولي أنا زعلانا إن أنا حاسة إن أنا مش في دماغك أنا زعلانا إن أنا حاسة إن أنا هو ده طيب خمس حاجة أنا بديكم الخلاصة هو إنعاش الحب إنعاش إنعاش حب ميت وبننعيشه كذا خمس خطو فين الجلسات الرومانسية يا حريم فين بقولك منكد على والله ما طيقة بص ولا شوف بصي جلسة رومانسية إيه ولا طيقة لا الجلسة الرومانسية دي بتثبتيها بيوم بتثبتها بيوم إيه اليوم إنت عارفة وقتك إنت اللي عارفة وقت زوجك وعارفة كذا إيه اليوم والله أنا عندي اليوم الفلاني عندي يوم كذا عندي كذا خلاص تمام سبتي جلسة رومانسية فيها دحك فيها قاعدة حلوة فيها رحتك حلوة شعرك متسرح ينوبك سواب لابسة حاجة جميلة عاملة أكلة حلوة عاملة صمر حلو القاعدة جميل ودحكي يقولك المشكلة بص شي النهاردة نقعد نتكلف اللي عنده بقى أي حاجة حلوة دحك تقول اللي عنده موقف حلو قول انت هو وخلي ده في اليوم اللي هو اليوم الخاص بصوا عشان ساعات بيلتبس على النساء الجزئية دي تقولك لأ هو كل شوية هعمل قاعدة ومش عارفة إيد عايز كل يوم قاعدة خاصة لأ فيه فرق فيه فرق ما بين ان زوجك يطلبك في أي وقت ماشي في الإسبوع في العلاقة الخاصة ده مفيش مشاكل يعني ده ده أمر إذا أنا بتكلمني فيه يوم ملكي يوم عاملة الراجل كده راجل حط عليه تاج الملوك ومعاملة شهريار زمانه وهرون الرشيد في زمانه مش علشان لأ قاعدة حلوة جلسة حلوة رومانسية في الكلام صوتك حل بتتحكي بتتحكي طب أنا ما عليش عن قولك تعميني إيه دلوقتي ومواقف المصرحة الحقيقية برضو مش هسابها ما تخفيش بس لازم ده يا أخوان تكون موجود قاعدة حلوة في الإسبوع إن شاء اليوم بطلب منك يوم بس لابسة ومسرقة مش معنى كده إن بقيت للأيام انت شلبية لأ ما بقيت الأيام برضو انت كويسة إنوبك سوا ما انت برضو كويسة بقيت الأيام لكن الوقت ده وقت خاص هينتهي ماشي بالعلاقة ماشي ده شيء يعني يعني مش شرط على فكرة خلاص هو حابب يعمل ده للأخو أوكي تمام لكن هو ده فيه فيه وضع قبل يا مش الحاجة كلها هو العلاقة لأ ومجيش تقول إيلي أصلا لا هو يقول زم هو عايز وانت يعملي الشكل اللي انت حباه هيقبله لإن ده إجباع عاطفة إجباع روحي الجسدي الجسدي لكن الروح فين الجلسة الرومانسية سادس نوطة أنا موجود لو أنت محتاجني حلو جدا أنه يبقى بين الشركين القلدة دعم وقت الاحتياج الدعم المعنوي وقت الاحتياج حصلت مشكلة مع صحباتك مع أهلك مع أولاد خالتك أولاد عم بحد في البيت في الأولاد أنا موجود وهي نفس الكلام ساعات ما بيحكيش اسمعي بقى الحتة التكاية دي ساعات الزوج ما بيحكيش وهم عادة كده الرجال ما بيحكوش إلا في نهاية المشكلة أو لما يلاقلها هو حل يبتدي بعدها ليقول ما تطلوش قول له بس الجملة اللي أنا بقولها لي جزيز أنا موجود أحس أنك متداي وفي حاجة مدايقاك منين ما تحب تحكي أنا موجودة علشانك عشان خطر اسمعي ما بدل ما يروح يأكل السكينة وعواطف وعدلات ما هم عندي مسمياتهم كده مع أنهم ما بيبوش كده ده هم بيبو عاجة تانية خالص الرومانسية بقى والدنيا ومش عايزة أقولك ويعني لكن لكن لا أنا موجودة أنا عارفة أن أنت فيك حاجة والحاجة دي فبلاقي خلاص من غير منين ما تلاقي أنت من جوك محتاجتك أنا موجودة اسمعك أعمل وهديله الدنيا وهديله الجو وإنتي نفس الكلام يا رجال الستة تحب تحتاج تحس بس على فكرة هبتلاقي حلول يعني يما بتتكلم سيبها تتكلم هتلاقي تطلع الحل وهتوبها سيلف وقولي بس اسمعه لكن وقت الاحتياج أنا في حد جنبي في حد في ظهري في دعم وفي عطف الستة تحب الحنون جدا تحب الرجل الحنون الرومانسي الحنون فين فين أما يجي بقى أنت بقى تقوم جايد دابب وعمل منك كد وبعدين تسمع لك استغفر الله لحصافة من دين وخوف من الله عز وجل احفظ نساء المسلمات يا رب الله المأمين احفظ المسلمات في كل ما كان اللهم أمين يا رب وربط على قلوبهم بالتقوى والإيمان اللهم أمين هاي رقم سبعة زي ما قلنا لغة الهداية مهمة ومشار تقمتها ويا ريت نفتكر يعني لو هتعملي على النوت اللي عندك مثلا أو بتاع التسكير اللي في الموبايل أو في أي حاجة الأيام أول يوم شفتك أول يوم دخلت البيت أول يوم قلتلك أنا أنا بفتكر وما بفتكر في شوية ما يفضلوا ما يفتكروش ريحي نفسك بقى ريحي نفسك ريحي نفسك عشان ما ريحي نفسك وهت الخطأ اللي بعدين ايش أنا عارفة انك مش فكر خلي بالك فيه بكرة كذا فيه بعد جميل لو الراجل عمل كده والله وأعرف من الرجال والأزواج اللي بيروحوا مسجلين حالهم وحال صحابهم ويروح ينبه صاحبه خلي بالك انت عندك يوم أعيسة وجهك ولا يوم زوجك كذا أو يوم شفت مش عارفة إيه خلي بالك يوم ابنك والله أعوى وأنا بكلمكو دلوقتي صورة الأشخاص دول موجودين مسجل وهم بيسمعوني وعارفين وبتكلم عليهم يعني تحية لكم من بلاد الغربة يبعت لصاحبه الزوج صاحبه يعني مجموعة شلت صاحبه يبعت لصاحبه خلي بالك انت عندك كذا خلي بالك كذا فانتبه طيب معا ما انتبهش أنا هقولي مشكلة قلتلك هوم أنا هيلالك فوق عبار عن احتياجاتك صح تعلمت عباري قولي قولي ما هو ما بيشموش هوم ما هو يفضلوا كده لو تغيروا واحد في المات ننفل معا يعني حاجة بتجبر حاجة وفكروا بعض بالمناسبات ده احنا اول مرة عملنا احنا اول مرة جينا احنا اول مرة كذا ده شيء طيب على فكرة مش وحش مش وحش ولو كانت الزوجة كل واحد عارف زوجته بتحب ايه هو بيحب حلو حلو الكلام ده قولوا قولوا البعض وشوف اختار يا ابني اختار الحاجة اللي هي اللي زوجتك بتحبها وانت متجيبش الحاجة اللي انت بتحبهات الحاجة اللي زوجك بيحبها ما كل واحد برغي يجيب الحاجة لأه والتاني مش محتاجة لأ في لغة الهدايا اختار الحاجة اللي قدامي الطرف الاخر هو اللي بيحبها دي مهم جدا كلموا عن مشاعركو احتروا متبادل بين الطرفين بلاش بلاش الالفاظ بلاش الاساءة في الكلام بعيدوا عن النق كلموا بصوت واطي ولو ما تكلمتوش بصوت واطي لأ معلش يعني نتدرب على حاجة زي كده احساس الامان والدعم أنا بعيد اللي أنا بعمل فيه باكل اللي أنا بقول اللي أنا قولته قبل كده ونقف جنب بعض في الازمات وتحس انه فيه مشاركة وفيه دعم طرف العقل في العلاقة يجر التاني وانا دايما بقول للراجل انت اللي تبتدي انت صاحب القوامة انت هول اللي بتستوعب او ده انا بجيب لك دليل انت اللي تستوعب انت اللي تقول الخطوة القولة بس وقل الله يسعب بيجيب وقل لك كل مرة علي ما عليش قل له مرة علي لتذكر مثل حظ الانسان وخليك نصح وحفظ اللي أنا بقوله ده أنا مرة وانت مرتين احساب لك كده ولما يحصل قل له على فكرة المرة فات تاني اللي جيت المرة دي عليك يلا أنا مستني تعالي ببساطة وبهدوء كمان من الحاجات الجميلة اللي تنمي الحب وتخليه فعلا احنا بنعمل إنعاش الحب مش عارفك بقى الخطرة كم كام المصرحة وعبر على اللي جواك صارح بس بلطف مش بدابش ما في ناس بتعبط لك هو كده بشانا قلت الصدق وتقوم جانا دباشها في الكلام لأ صارحوا وقولوا بس بلطف ويتسم أمر الحياة والأنوسة عليك ده شيء ممتاز جدا يعني خسارة ان احنا نفقده